بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرح اليوم الشابط الرابع اللي بتكلم برضو عن ولكن في هذا الشابطر بنتكلم عن بشيء من التفصيل لأنه فيه أنواع منه وفيه تكنيك لاستخدام في الكمبيوتر وفي الكمبيوتر أو沒it الإجارة طيب، أول حاجة اللي هو CFR من اسمها، يعني哤 shopping بتنملك إحنا فيرشواليزيشن للكمبيوتر ريسورس للكمبيوتر、 سيبيو، رام الشغلات اللي هل تعليق بологتنا لما نتكلم عن شريل معناته أنه إحنا بنعمل لستوريج السبيس تمام؟ يعني هي خلينا نتذكر مع بعض إيش هي الفيرشوليزيشن أصلا؟ الفيرشوليزيشن هي عبارة عن حاجة فيزيكل هارد ديسك فيزيكل هذا هارد ديسك فيزيكل وإحنا بنقسمه لأجزاء فيرشول والأجزاء هذه بتم مشاركتها من قبل يوزر آخرين ففي اليوزر بتهيئ له أنه هذا الجزء فقط هو الهارد ديسك تبعه تمام؟ فهذا كله عبارة عن فيزيكل هارد ديسك أو فيزيكل سورج سبيس مساحة تخزينية كبيرة وإحنا بنقسم هذه المساحة أو بنظر هذه المساحة أو هذه الفيرشول الفيزيكل سبيس كم؟ فيرشول الأجزاء صغيرة يعني إنها بتكون فيرشوال افتراضية كأننا بنفترض أنه نحن هارد ديسك الأول هذا الهارد ديسك الثاني هذا الهارد ديسك الثالث وهكذا هذا معانته الفيرشوليزيزيشن الآن لما نتكلم عن موضوع الفيرشوليزيشن معانته أنه نحن نعمل نطبق موضوع الفيرشوليزيشن على الستوريجي سبيس راح نتكلم عن هذا في الجزء الثاني من هذا الشابتر الكمبيوت فيرشواليزيشن إنه إحنا السي بيو ولي بروسيسور لبروسيسور عنا بروسيسور بنحاول إن نعمل له بروسيسور ناخد جزء من هذا البروسيسور ونبينه أو نظهر لليوزر إنه هو عبارة عن كمبيوتر منفصل أو كمبيوتر تاني التالف عن أو كمبيوتر منفصل منعزل isolated part تمام طيب الآن راح نتكلم الكمبيوتر فيرشواليزيشن تقوم بروسيسوريزيشن بروسيسوريزيشن مثل سي بيو ومموري تقوم بروسيسوريزيشن على موضوع الفيرشواليزيشن هذا هو اللي قبل شو يحكينا طيب there are three techniques that now exist to virtualize the CPU architecture AR as first عنا في تلات تكنيك أو تلات تصنيفات أو تلات أنواع من البرشواليزيشن تبعت الكمبيوتر أول نوع بسموه full virtualization بسموه full virtualization virtualization الكامل النوع التاني اللي هو para virtualization أو partial virtualization بسموه para virtualization أو يعني هو عبارة عن operating system assisted virtualization هذا النوع التاني يعني الأول full virtualization التاني para virtualization أو partial virtualization والرابع hardware assisted virtualization نحن نتكلم عنهم في هاي السيدات القادمة الآن full virtualization إشي full virtualization في هذا النوع الhypervisor uses a technique called binary translation بيستخدم الhyper احنا نقول الhypervisor هو الاشي اللي بيعمل virtualization للكمبيوت نقول نحن لما تكلمنا عن طبقة نتكلمنا عن الشابتر اللي قبله أو المخادرة اللي قبلها لما تكلمنا عن الvirtualization قلنا في عن نحنا hardware والhardware هادي في طبقة اللي هو عندنا operating system بعدين عندنا الhypervisor الhypervisor هو هذا اللي بيعمل الhypervisor هو اللي بيعمل عملية الvirtualization ففي full virtualization إش الhypervisor بيسوي يستخدم تكنيك اسمها binary translation عشان يعمل الvirtualization تبعتوا إش ال binary translation it modifies a certain instructions from the virtual machine's code that would otherwise cause problems when executed directly on the physical CPU this allows each virtual machine to run as if it has its own separate CPU without any changes to the guest operating systems يعني بقولك أنه في full virtualization في full virtualization إحنا لما نتكلم عن سأعمل سلايد ثاني إحنا في full virtualization يقول إحنا عنا الهارد وير هذا الهارد وير هذا الهارد وير تمام بعدين فعنا طبقة ال host operating system operating system بعدين في عنا طبقة ال hypervisor بعدين في عنا طبقة بعدين في عنا طبقة اللي هو virtual machine ال hypervisor بعدين virtual machine الأول بعدين virtual machine الثاني وهكذا تمام الآن في full virtualization إحنا نسوي في virtual virtualization هذا يمكن عليه operating system نازل عليه واندوز نازل أو عليه ماك أو عليه واندوز في full virtualization بيكونش فيه تواصل مباشر ما بين operating system هذا virtual machine هذا مع الهارد وير تمام تمام ايش بيصير اللي بيصير انه الـ operating system هذا لما بدي تواصل او بدي مثلا يشغل موسيقى او بدي يشغل برنامج او بدي يعمل input أو output باستخدام باستخدام هاردوير بروحش على الهاردوير وينفز هذا الامر مباشرة لازم ينعمل للترانز مباشرة ما بين الـ virtual machine والهاردوير الـ virtual machine لما بدي يبدي امر input output امر play music او اي حاجة او استخدام اي شغل مثلا في الرام او استخدام اي شغل او استخدم الـ CPU لازم الـ 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 operating system او الـ virtual machine الـ 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 تمر على hypervisor في الاول والـ hypervisor يعمل translate ويوديها على hardware يعمل translate هذه الشغلة يسموها binary translation يعمل translate لكل شيء لكل حاجة يعمل لكل حاجة يعملها version machine هذا الجهاز هذا الكمبيوتر هذا اي حاجة يعملها لازم يتم ترجمتها من خلال hypervisor لازم يتم ترجمتها من خلال hypervisor هذه الشغلة يسموها binary translation هذه الشغلة يسموها هذه الشغلة يسموها binary translation it modifies binary translation modifies certain instructions from the virtual machine code that would otherwise cause problems when executed directly لما تعمل executed directly on on the physical cpu cpu when you can do anything to to computer you with hardware with hardware hardware if we can do this one يتواصل مباشرة مع الهاردوير سيكون ممكن يكون عندنا operating system وعندنا operating system ثاني على الجهاز الثاني وعندنا operating system ثالث على الجهاز الثالث إذا سبنا كل واحد من operating systems هؤلاء يتواصل مع الهاردوير بدون أي قيود بدون أي قيود ممكن يكون هناك ما بين operating system هذا الهاردوير وهذا ممكن يكون ما بينهم وبين الاساسي تمام فبالتالي احنا لما نتكلم عن full virtualization لازم أي اي امر بدي يعمله بنفذ ال operating system هذا اللي على virtual machine هذا لازم يتم ترجمته لازم يتم تعديله ترجمة او تعديل نفس الشيء في هذا السياق طبعا لازم يتم ترجمته او عمل موديفكيشن على هذا الانستركشن عشان ما يصيرش فيه ما بينها وبين ال operating system الحالي ال host operating system او other guest operating system تمام لانه هذا ال operating system ال full virtualization هذا ال virtual machine بتستخدم نسخة ويندوز مثلا نسخة ويندوز مش معدلة نسخة ويندوز اصلية typical زي ما هي كأنها في اي جهاز فيزيكال عالي ثاني فبالتالي انه لما بدي اعمل الانستركشن او بدي اعمل تحكم في الهاردوير بالطريقة الستاندرد فقبل ما احنا الانستركشن هالي تعد ال operating system هذا انوديها مباشرة على الهاردوير لازم يتم تعديلها وترجمتها من قبل ال hypervisor يعني اعمالها ادارة للانستركشن عشان ما يكونش فيه conflict يعني مثلا كيف ممكن احنا عارفين انه ال operating system لما بده مثلا يعمل لما بده مثلا يشغل مثلا لل CPU اشتغل ال CPU ال operating system هو اللي بعمل مناج لل CPU صح فالان من ضمن الاشياء اللي بنعملها ال operating system مناج مثلا بحط ال address في ال register تبع ال address اللي موجود في ال operating system بحط مثلا بغير العنوان اللي موجود مثلا في ال register تبع ال input output unit مثلا فالان اذا احنا خلينا ال windows هذا operating system هذا يعمل تعديلات مباشرة على ال register الموجود في ال CPU اللي هنا ممكن يكون ال operating system الثاني هذا عامل اريد تعديلات ويستخدم ال address اللي هو حطه في ال register هذا فاليصير فيه conflict تماما بالتالي انه لازم اي instruction تصير من قبل اي version لازم يتم ترجمتها او معالجتها او تغييرها من قبل ال hypervisor بحيث ما يكونش فيه conflict هذه يسموها هذا اول نوع من انواع virtualization يسموها full virtualization تمام يستحرك يعني احنا لما نستخدم the full virtualization نغيرش ولا اي حاجة في ال operating system هذا ليس مثل الـ Partial Virtualization أو الـ Para-Virtualization كما سنرى الـ Para-Virtualization كما سنرى الآن هناك تواصل مباشر ما بين الـ Virtual Machine هذا والـ Hardware لكن لماذا نضمن أنه لا يوجد conflict؟ لماذا؟ لأنه هناك تغيير هذا الـ Operating System لا يكون مثل الـ Standard Operating System هناك تغيير على الـ Kernel هناك تغيير على بعض الـ Instructions التي لا يمكن أن تفعل conflict هناك تغيير يمكن أن يشغل الـ Standard Version أو الـ Full Version هناك تغيير على الـ Kernel وبالتالي نقول نحن متأكدين أنه لن يحدث مباشر ما بين الـ Operating System و الـ Instructions ما بين الـ Operating System الـ Operating System هناك تغيير على الـ Operating System و هناك تغيير على الـ Operating System لا يكون هناك تغيير غير كما تغيير على الـ Operating System لا يكون هناك تغيير على الـ Operating System الـ Hypervisor قمجتماً تغيير الـ Operating System من الـ Operating System هذا البرشول ماشين من الهاردوير من عمل اكسس للهاردوير The guest operating system is not aware that is being virtualized and requires no modification الـ guest operating system طبعاً بكونش عارف انه هو virtualized فبكونش انه بكونش عارف انه لازم نعمل موديفكيشن في الكيرنل تبعت الـ operating system تمام احنا قلنا ذكرنا قبل هيك اكتر من مرة انه الـ operating system مبارعاً جزئين اساسيين في حاجة اسمها الـ kernel بتكون الـ kernel هو الجزء من الـ operating system اللي بتعامل مع الهاردوير والـ user interface الـ user interface اللي بتعامل مع الـ user فاحنا لما بدنا نغير لما نتكلم عن تغيير موديفكيشن نتغير فيه الـ kernel لانه الـ kernel هو اللي بهمنا نغير في الـ kernel في طريقة الـ instructions طريقة الـ instructions اللي راح تتعامل مع الـ hardware مثلات من هذا الـ virtualization VMWare و Microsoft virtual pc هنا تحديدنا Hypervisor مش برنامج Software اسمه Microsoft Virtual PC هذا يستخدم Binary Translation لما نقول إننا Binary Translation معناته إنه يستخدم Full Virtualization سنعرف ليه هو Windows أصلاً تحديداً يستخدم Full Virtualization لم نستطيع أن نستخدم فيه ParaVirtualization لأنه مش open source ومندرش نغير على الكرنل ما بسمحش لتغيير لأنه closed ما بسمحش لتغيير some instructions on its kernel بالتالي احنا اذا بدنا نعمل ال windows لازم نعمل على full virtualization ال para virtualization او بسموها operating system assisted virtualization the guest operating system is aware that is running in virtualized environment and is modified to interact directly with the hypervisor هذا ال operating system بكون عارف ال guest operating system بكون عارف انه هو virtualized و لازم يكون في تغيير على ال it is modified في تغيير على الكرنل تابعه this allows the virtual machine to run more efficiently because the operating system can communicate with the hypervisor more directly avoiding the need for the complex instruction translation احنا الان ممكن نتعامل مباشرة ممكن نتعامل مباشرة بدون ما يصير في اي تغيير في الكرنل بدون ما يكون في اي translation يعني في هذه الحالة مثلا خلينا نشوف هذا أحسن الان احنا في ال full virtualization هذه عبارة عن طبقات هذه ring zero ring two one two three اللي هو عبارة عن مستويات المستويات اللي بتخولك انك انت طبعا احنا في operating system هذا كأنه مستويات لما انت تكون في ال ring zero معناته انك انت قادر على انك انت تتواصل مع الهاردوير مباشرة تمام؟ في ال full virtualization عنا ال guest operating system هذا guest operating system هذا في ring one بقدرش يتواصل مع الهاردوير مباشرة تمام؟ واي instruction بدنا نعملها اي instruction ال user بدي اي اي امر او اي شغلة ال user بدي يعملها لازم يكون في عنا binary translation of operating system request اي instruction لازم يكون فيه translation فهذا بدي الى انه في عنا بطء في بطء في اداء ال operating system اداء ال virtual machine اللي بيستخدم ال full virtualization لانه كل حاجة لازم ترجمها كل اشي لازم ترجمه فال para virtualization direct execution of user request على طول بيعمل direct execution للهاردوير طبعا هو بيستخدم حاجة اسمها hyper calls لانه زي ما قلنا انه احنا في عنده تغيير في ال kernel تغيير في ال instruction مش كلها طبعا في بعض التغييرات في ال instructions ال operating system حتى هو يعني هالي في الفيجر هذا حطها في ال ring zero ring zero معناته انه قادر مباشرة انه يتعامل مع الهاردوير طبعا طبعا من 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 احد الاشياء ان من من نمن من من منه نعم ونغيير فيها وتنغيير فيها As a result, para-virtualization is possible in open-source operating system الإشي اللي بنقدر نغيره A full virtualization approach should be adopted for unmodified guest operating system such as Microsoft Windows لأنه مش open-source operating system فبالتالي بنقدرش نغير في الكرنل ونقدرش نغير فيه السورس كود تبعه examples of examples of para-virtualization اللي هو ال-XN hypervisor اللي بستخدم غالبا بستخدم ال-para-virtualization Linux operating system running on XN are modified to work closely with the hypervisor making them faster compared to full virtualization عشان يستخدم مقارنة بال-full virtualization ال-para-virtualization أسرع واللينوكس operating system اللي شغال على ال-XN لأنه ال-XN هو عبارة عن مستخدم ال-para-virtualization because there is less overhead from instruction translation لا يوجد شيء فيه شغل كثير ومقارنة بال-workload كثير عشان نترجم كل ال-instruction تصير أو كل شغلة بدنا نعملها من قبل ال-windows أو من قبل open system لازم نغيرها لا يوجد هذا الشغلة في ال-paravirtualization لذلك هو يكون أسرع تمام زي ما شفنا في الفيجر هذا النوع الأخير من ال-computer virtualization حاجة بنسميها hardware assisted virtualization يعني ال-hardware نفسها مهيئة إنها تكون تتقبل موضوع ال-virtualization مصنوعة أو في عندها مصنوعة طريقة صناعتها أو ال-CPU نفسه مهيئة إنه ينعمل له virtualization ال-hardware assisted virtualization uses special features built directly into modern CPUs ال-modern CPUs زي ال-intel-VTX أو ال-AMD-V هذه تساعد ال-hypervisor manage virtual machines more efficiently لأنها مصنوعة عشان تتعامل مع ال-virtualization هذه ال-hardware features allow the hypervisor to run virtual machines with minimal modifications and better performance because the CPU itself supports virtualization tasks CPU نفسه يدعم ال-virtualization this approach combines the ease of full virtualization no operating system modified needed مش فيش داعي نحن نغير with improved performance و بنزود أو بالperformance بيتحسن أمثلة على استخدام ال-hardware assisted virtualization دي ال-VMware ESXi and Microsoft Hyper-V use hardware assisted virtualization يعني هذه ال-virtualization اللي هو ال-processor نفسه في modern processors زي ال-intel-VTX وال-AMD-V هدول بيدعمه ال-virtualization فبالتالي أنه ما فيش داعي نحن نغير ال-OS modifications وبرضه في نفس الوقت أنه بيكون سريع وبرفورمانس سواء لده بيكون عالي تمام خلصنا ال-compute virtualization نيجي على the storage virtualization storage virtualization is the process of masking the underlying complexity of physical storage resources and presenting the logical view of these resources to compute systems زي ما قلنا احنا في المقدمة انه قلنا انه عبارة عن hardware او storage space كبيرة تمام وتم تقسيمها لأجزاء افترضية تستخدم من قبل ال-compute systems تستخدم من قبل ال-compute systems طيب ايش فيه storage virtualization enables creating one or more logical storage on the physical storage resources this logical or virtual storage appears as physical storage to the compute systems تمام بتقسم ال-logical physical storage to partial to parts هاي تقسم physical storage هذا الكبير لأجزاء صغيرة وكل جزء هذا يبين كأنه كأنه as a physical storage to the compute systems هذا بسميها virtualized storage او logical storage this logical or virtual storage appears as a physical storage to the compute systems the logical to physical storage mapping is performed by storage virtualization layer الآن احنا قلنا احنا قلنا النوم مين اللي بعمل virtualization في الكمبيوت وان ال-hypervisor صح وان ال-hypervisor هو اللي بعمل virtualization في ال-computer resource الآن الآن storage من اللي بيعمل virtualization حاجة بنسميها storage virtualization layer هو عبارة عن tool او software او platform يعني عطبوها software عايز زي ال-hypervisor هو software hypervisor او sorry storage virtualization layer عبارة عن software هو اللي بعمل manage وإدارة بعمل إدارة و مراقبة ل و creating اللي هو virtualization part أو logical storage the virtualization layer abstracts the identity of physical storage devices creates a storage pool from multiple heterogeneous storage arrays هو كيف يعني يعني مثلا احنا في عنا اكتر من نوع من hard disk حتى ممكن يكون مش انه ممكن يكون مش انه مثلا قطعة واحدة أو hard disk واحد كبير وبنقسمه هذا ممكن يصير هذا ممكن وفي ممكن يعني والvirtualization برضو عبارة ممكن ايش تصير طريقة اخرى عنا اكتر من hard disk اكتر من storage space او اكتر من storage device من different or multiple vendors من 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 شركات مختلفة شركات مختلفة بيقول الhard disk هذا بيقول لك heterogeneous storage array heterogeneous يعني مش من نفس النوع مش من نفس النوع مش من نفس المواصفات فالvirtualization layer هذا او software اللي حكينا عنه virtualization layer اعتبره ك software سميها virtualization layer ك term انه يبين انه انه في انها platform هي اللي هي تتحكم في هذا الموضوع طيب هذا الvirtualization layer ايش بتسوي بيقول لك بيقول the identity of physical storage device abstract the identity بتخفي التفاصيل تفاصيل او الشيء المختلف اللي بينهم بتخفيها بتبعتش تفاصيل يعني بتخفي تفاصيلها وبتبين ايش عبارة عن بتدين لك انه هو كله هذا عبارة عن storage space كبيرة كل هذا storage space كبيرة from multiple heterogeneous storage arrays virtual volumes are created from these storage pools and are assigned to the compute system يعني احنا كأنه بقول لك انه هدي الهار diskات مسلا SATA وال SSD وال HHD مسلا انواع مختلفة من الهار diskات مسلا يعني انا اختلف من الهار diskات بيكون مسلا كلها مع بعض مشبوكة مع بعض طريقة معينة فاي بيسموها عبارة عن بيسموها heterogeneous لكي سميناه heterogeneous لانه مختلفين مش من نفس النوع مش من نفس ال vendor من نفس ال company هذول كلهم مشتركين مع بعض بيسموه storage arrays storage virtualization layer storage virtualization layer هذي او الصفتوير هذة بيبين لليوزر بيخفي التفاصيل انه هاد قدش في جيجا وقدش نوع ايش نوع وقدش سرعة وكذا هذة التفاصيل بيخفيها بيعمل لك abstract يعني هيك معناة abstract abstract identity of physical storage resource بيبين لك انه بيبين انه احنا في عنا storage space pool كأنه زي كأنه مسبح من مسبح من هذا من storage space كلها كأنه جزء واحد طبعا ол user هو بعضين يعطي مثلا هذه بعد ما يعمل هذه الشغلة يكون يقسم انه هذا الجزء ل FEMAل الفلاني هذا الجزء ل FEMAل لا هذا الجزء لل computer الفلاني تمام ممكن هذا الجزء يكون hand ممكن هذا الجزء يكون hand هذا الجزء الآخر يكون hand eles لا أعرف نفس الشخص على أي مفتاحًا وكام مفتاحًا موجودة؟ ماذا تفاصيل الهاردسكات التي ليست موجودة؟ ما الذي أعرف الشخص هو أنت ما هي مساحة تخزينية؟ هذه مساحة التخزينية هل مأخوزة من أجل إجابة مفتاحًا أو أجل إجابة مفتاحات؟ لا أعرف أي علاقة الوجودة الوجودة له علاقة على الكمبيوتر إذا بنا نحكي مثلا بنا نعين أساين لهادي الستorage space لكمبيوت لفرش والماشين أو كمبيوت الماشين المشي مالهاش علاقة أنه موجود هادي ثمان فرش وال volumes are created from these storage pools and are assigned to the computing system storage virtualization layer زي ما تكلمنا عنها هي عبارة عن software زي ما قلنا software أو storage controllers or software to abstract and manage physical storage device abstract ما زي ما قلنا abstract إنه مش لازم أقدم تفاصيل تبعة الهارد hardware يعني أقدم المعلومات كل تفاصيل الهارد أنا اللي بهمني إنه في عندي مساحة تخزينية كبيرة واسعة هيك مكون هدا مساحة تخزينية مكون من اتحاد هذا الهارد disk مع هذا الهارد disk مع هذا الهارد disk قدش سرعة هذا الهارد disk قدش مساحته قدش كذا لأ عندي كل مساحة الكلية اللي عندي كذا كذا to manage to abstract and manage physical storage device a software defined storage solution that creates virtualization layer over physical storage device in servers هذه تعريفات تعريفات على storage virtualization layer أمثلة على هذا الموضوع أمثلة على موضوع اللي هو storage virtualization layer هو هذا ال controller أو software هذا فإن VMware virtual SAN IBM Spectrum virtualized Microsoft storage space direct هذا كلها software أو controllers بعمل manage control لل storage space بعمل creating لل virtual storage space أو مسميها storage virtualization layer software بتعمل اللي هو virtualization للstorage it abstracts physical storage allowing for better management easier scalability and seamless access regardless of the underlying hardware complexity بغض النظر عن hardware complexity الhardware الموجودة different hardware بيبين لك إياها إنها كان physical storage واحد بعملها إدارة و management لهاي الhardware ضايل الآن storage virtualization ممكن بتصير أو بنعملها أو it is deployed or implemented at different layers لـ storage virtualization هادي إنه إحنا نقسم الhard نقسم الspace هادي الكبيرة هادي نقسمها الspace لـ virtualization أو إنه نعمل إحنا هادي الشغلة ونعمل هادي الشغلة هادي بتتم على ثلاث مستويات ممكن يتم على مستوى compute compute layer وممكن يتم على مستوى network ممكن يتم على مستوى storage نفسه ها نشوف كيف هذي الأشياء أو كيف هذي بتصير على مستوى compute layer أو معنى آخر hypervisor based virtualization hypervisor في هذه الحالة hypervisor allocates storage space for VMs for virtual machines without exposing the complexity of the physical storage يعني بقول لك احنا virtualization تبع storage هذي كيف بتتم بقول لك اول حالة بتتم باستخدام hypervisor احنا قلنا مش قلنا احنا لما نعمل virtual machine virtual machine هذا بحتاج RAM وبحتاج CPU بحتاج CPU وبحتاج مساحة تخزينية برضو storage صح الstory هذي كيف تنعمل كيف تنعطى الstory هذي كيف تنعطى تنعطى من خلال hypervisor يعني اول نوع من storage virtualization اللي هو من خلال hypervisor باعتمد على hypervisor بسموها hypervisor based virtualization هذا اول مستوى اول نوع من storage virtualization او اول مستوى hypervisor allocate storage space for the VM for the virtual machine هذا النوع الاول تمام الvirtualization اللي بتتم للhard disk او للstorage اول نوع او اول تصنيف اول layer بتكون باستخدام hypervisor اللاير التاني او النوع التاني باستخدام الnetwork network based virtualization 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 هادي وين بتتم بتتم within the network infrastructure انا انا اعطيكم مثال انا اتكلم عنها طبعا بالتفصيل بس عشان تفهموا عشان نقدر نستوعد الموضوع بشكل احسن كيف كيف هي network based virtualization network based virtualization يعني انه احنا عنا في اكتر من storage space هان مختلفين storage هان هيك مختلفين مع بعض storage هان هذي كلها مساحات تخزينية تمام والان في عنا clients في عنا مثلا هذول مشتركين او مشتبكين مع مع network connector hard router او firewall او اي network device تمام وهذا network device مشترك مثلا من خلال الانترنت هيك مثلا او شبكة وفي user هذول user بعمله running مثلا لvirtual machine والvirtual machine او بعمله running او بدهم يدخلوا على مساحات تخزينية عشان يخزنوا اشياء عشان يخزنوا الشغلات بدهم اياهم الان هذا ال Level عبار عند hard disk واحد او storage array واحد storage array اثنين و storage array ثلاثة مفاصلين مع بعض مفاصلين عن بعض الان virtualization الوزر لما بده يدخل على الشبكة هان هيدخل هان ال virtualization نفسها هذه ال layer ال network ال network layer هذه هي اللي بتعمل تجزئة او هي بتعمل virtualization لهذه ال hardware فاليوزر لما بده يدخل فيها رح يكون عنا زي interface رح تقابل ال user ال interface تبين لك انك انت في عندك مساحة تخزينية معينة هذا ال interface في عندك مساحة تخزينية معينة موجودة مثلا عندنا في ال hardware طبعا ال user ال virtualization نفسها بتتم خلاد الشبكة هان مش هان يعني ال hardware نفسه ال storage نفسها بتكونش مقسمة مسلا بتكونش على المعمول عليها virtualization هان ولكن virtualization بكون معمولة على البوابة كأنها بوابة هادي كأنها بوابة لل hardware هادي وال virtualization بيكون معمولة هان يعني كأنه في عندك interface لليوزر من خلال network device اللي هان اللي موجود هان بيين لك كأنه بيقول لك انه هما كلهم جزء واحد كلهم جزء واحد يعني virtualization virtualization معمولة في هذه الطبقة network layer virtualization في هذه الطبقة معمولة هان ما فيش virtualization ولكن لما بدي يدخل قبل ما يدخل لما يدخل على هذه بيجاب له هادي الانترفيس ويقول له انك انت عندك virtualization أو انه عندك مساحة تخزينية وكذا يعني يعني بيعرض له المساحة تخزينية كأنها جزء واحد كلهم كلها جزء واحد هادي تمام؟ يعني كأنه بيوهم اليوزر انه احنا عاننا جزء واحد هان وال virtualization بتتم في خلال من خلال الشبك هان في هذا الجزء بينما في الفيزيكل storage space هادي مش معمولها virtualization الفيزيكل storage space هان مش معمولها virtualization يمنفصل عن بعض تشتغل مع بعض ولكن مش معمولها زي ما احنا حكينا هان مثلا مش معمولها زي ما احنا حكينا هان كلها مع بعض ها جزء واحد هادي هادي الشغلة مش معمولة على الهاردوير مش معمولة على storage معمولة عند الشبكة هانا اي اكسز يجي على storage لازم يمر من هان وهان النتوارك دي بايس هذا اللي هان يبين لليوزر انه احنا عنا مساحة خزينية كاملة واحدة يبين كأنه انه احنا عنا مساحة خزينية واحدة كاملة فالفيرشوليزيشن يتم في الشبكة النوع الثالث من الفيرشوليزيشن اللي هو storage based virtualization storage virtualization virtualization is applied directly to the storage device themselves storage virtualization مطبقة هان على storage devices itself مطبقة على storage devices itself يعني هذا الديفايس عادي كأنه مثلا في عنا ترافيك بدخل يمرر على system هان اللي هان هي اللي بتبين له انه احنا مقسمين الهاردوير هالي مقسم الهاردوير وعنا virtualization لها الهاردوير ثلاث مستويات مستوى انهم